حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا يعني مثل أو قريب الشك هنا في الراوي الراوي ستين أسماء نسيت النبي قال مثل ولا قال قريبا فاشتك هنا من الراوي الستين أسماء مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يبقى اللي شك هنا الراوي عن سيدتنا أسماء يقال ما علمك بهذا الرجل يبقى فتنة القبر وهو سؤال القبر فهمنا من هنا أن فتنة القبر إيه؟ هو سؤال القبر ما قول فتنة يعني الاختبار والاختبار يعني الامتحان فامتحان يعني معناه سؤال وجواب أدي الامتحان فإبقى فتنة القبر هو سؤال القبر طبعا إن الحديث فيه نوع اختصار لأن إحنا عارفين إن سؤال القبر حيسأل من ربك من نبيك وما دينك وفي روايات ما تقول في هذا الرجل كلمة في هذا الرجل اسم الإشارة يدلك على أن النبي يظهر للمقبور عند السؤال فيرى أمامك كويس ما تقول في هذا الرجل كأن النبي يظهر له بقى لأن هذا لا تقل إلا للإشارة للموجود وإحنا لو نفهم اللغة هنفهم معاني الأحاديث كويس يعني أنت كأن ربنا هيكشف لكل إنسان مسلم هيدقل قبره صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسأل ما تقول في هذا الرجل المؤمن الصادق في الإيمان ربنا يلهمه على طول زي أنت ما تشوف الحبيب في المنام كده وإنت إيه نايم تقوم إيه تعرف أنه النبي من غير ما يقولك أنا النبي فيهم تبقى إزاي فكذلك لأن خد بالك أن الموت أخو النوم والنوم أخو الموت فهي صورة واحدة زي ما بتشوف في المنام إيه هو نفس إيه سؤالك قبرك كأنه بالضبط إيه أيقزك في قبرك فأنت في المنام هل أنت جسمك بيفارك الفراش ما بيفاركش الفراش لكن ممكن تقوم تتفسح وتروح وتشوف وتيجي وجسمك لم يفارك الفراش أو كذلك سؤال للقبر لو دخلنا على المقبور وبيسأل مش هنلاقي قاعد زي بالضبط لما بتشوف في المنام إنك قاعد وإنت للصناية فهمت بقى عشان كده صورة المنام هي صورة ما يحدث في القبر حركة بدون أن يفارق قبره وسفر دون أن يفارق قبره وكلام دون أن يتحرك إيه لسانه فهمت بقى إزاي فدي الصورة دي عشان إيه تدرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه تموتون كما تنامون وتبعثون كما تسترقزون وربنا بيقول في الآية إيه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت إيه في منامها فأنت لو عايز تشوف صورة إيه الموت هو زي النوم والبعث والنشور زي الاستيقاظ خدت بالك فإحنا كل يوم بننام ونقوم يعني كل يوم بنموت ونبعث شكرا